لا شيء يحيي أمال العراقيين بإنهاء أزمة قطاع الكهرباء وبنيته التحتية المتهالكة تمر السنوات بطيئة ثقيلة كيف لا في بلاد يشترك التيار الكهربائي وحرارة التقصي بالتنغيس أيامها وساعاتها حيث ينقطع أو ينعدمون ساعات طوال في أحياء بغداد والمحافظات في وقت تسوء أوضاع المرضى في المستشفيات والذين يموتون اتباعا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة الصحية التي يحتاجون إليها للصمود أمام فيروس كورونا موجة التظاهرات الجديدة عادت للمشهد تورط أحزاب السلطة بملفات فساد إذ تؤكد تصريحات حكومة القاظمية عز الحكومات المتعاقبة عن توفير الكهرباء رغم إنفاق عشرات مليارات الدولارات والتي كانت تكفي بنظرها لبناء أحدث الشبكات الكهربائية في العالم محطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق تعد حاليا بنظر الخبراء مثالا واضحا على فشل أحزاب السلطة بإدارة البلاد وأغراقها بالفساد فرغم أن العراق بلد والنفطي بامتياز إلا أن هذا لم يساهم في حل مشكلة الكهرباء مع إصرار الحكومات المتعاقبة على إنشاء محطات توليد تعمل بالغاز حصرا وهو ما ربط مصير العراق بعقود الغاز الإيراني وركمت ديون على خزينة الدولة لصالح نظام طهران الذي أطحى المتحكم الأوحد بكهرباء العراق العمليات العسكرية الحكومية منذ عام 2014 حتى عام 2017 والتي اتبعت سياسة الأرض المحروقة ساهمت هي الأخرى بتدمير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ثم ما لبثت الحكومات المتعاقبة أن استخدمتها ذريعة لفشلها بينما بقيت العقود الوهمية التي ازهرت في عهد المالكي مع الشركات الأجنبية والرشاوة لتمرير صفقات محولة الكهرباء مطوية دون أن يقترب أحد منها لتبقى مشكلة الكهرباء في العراق مستعصية بفعل فاعل لا تحرك الطبقة السياسية لأجلها شيئا في وقت تتعمق معاناة العراقيين أكثر فأكثر ليخرجوا بالآلاف إلى الشوارع بشعارات تقول صراحة بإسقاط النظام السياسي الطائفي وأحزابه التي أغرقت البلاد بظلام دامس طيلة 17 عاما مضت